حكومة عادل عبد المهدي تستهجن تكرار الهجمات الصاروخية ضد السفارة الأمريكية في بغداد موقف ربما يحسن بجهات غير عراقية أن تتبنى أما أن يعبر هذا الموقف عن حكومة العراق فذلك ما لا يتسق مع مسؤولياتها الأمنية والسياسية بل ويتعارض مع ما تتشدق به الميليشيات بشأن سيادة العراق وعلى الرغم من أن البيانة الحكومية أشار إلى أن عبد المهدي أمر القوات الحكومية بالبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء إلا أن محللين يرون في ذلك محاولة من عبد المهدي للتلاعب والمناورة فلا أحد في العراق وربما لا أحد في العالم يجهل الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات غير أن عبد المهدي وحكومته أضعف من أن يواجه هذه الجهة التي باتت تتحكم فعليا في مجمل المشهد العراقي سياسيا وأمنيا الولايات المتحدة كانت أكثر وضوحا من عبد المهدي فسمت الأمور بمسمياتها مؤكدة أن إيران والميليشيات الموالية لها في العراق مسؤولون عن الهجوم الذي لم يكن الأول فمنذ شهر أيلول الماضي شهد العراق أكثر من 14 هجوما ضد أمريكيين من جانب نفس الجهات مطالبة حكومة عبد المهدي بضرورة القيام بمسؤولياتها في حماية المنشأة الدبلوماسية في البلاد وبينما يحاول حكام المنطقة الخضراء الظهور بمظهر من يجهل ما يدور بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية يحاولون في ذات الوقت إلصاق تهم العنف والعمالة للخارج بالمتظاهرين السلميين تبديراً للقمع العنيف الذي تمارسه القوات الحكومية والميليشيات ضدهم ما يؤكد أن الحاكم الفعلية في العراق هو إيران والميليشيات الموالية لها ولا مجال هنا للحديث عن مزاعم السيادة واستقلال القرار العراقي ترجمة نانسي قنقر